أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد وفقر التريند 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 النهاردة عند مجموعة من الأخبار والمعلومات اللي بتخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سواء اجتماعياً أو حتى فنياً في استعدادة لمباراة تسبب أولاً اجتماعياً النهاردة كان فيه زيارة مهمة جداً للكابتن سير عبدالحفيز ومدير الكرة في النادي الأهلي وعدد من نجوم الفريق كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق سعد سمير أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشا النهاردة توجهوا في زيارة زهر اليوم إلى مستشفى الناس لعلاج الأطفال وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به النادي الأهلي على مدار التاريخ كان في استقبال وفد فريق النادي الأهلي اللي ترأسه الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى والدكتور محمد فرغلي المدير العام لمؤسسة الجود ومحمود البربري مدير المستشفى وهالا بيزيد مدير الشركات المؤسسية أولاً طبعاً الجولة التفاقضية اللي قام بيها نجوم الفريق الأول هو جاي في إطار الدور المجتمعي اللي بتقوم به مؤسسة النادي الأهلي الرياضية زي ما كلنا عارفين النادي الأهلي دائماً وأبداً كمؤسسة رياضية بيحاول قدر إمكاني يكون له دور مجتمعي في المجتمع المصري والرياضيين تحديداً أو لعبي الكرة بيبقى لهم تأثير إيجابي وتأثير معنوي على المجتمع المصري بشكل كبير لعل أبرزهم بالتأكيد نجوم النادي الأهلي والنادي الأهلي على مضارب التاريخ كان دايماً بيقوم بهذا الدور مع جميع الحالات ومع جميع المستشفيات اللي بتسعى للتقارب مع الرياضيين عشان يقوموا بدورهم المجتمعي مع المصابين أو مع الأطفال أو في أمثلة كثيرة جداً الواحد تعايش فيها خلال السنوات الأخيرة أو شاف الدور المجتمعي اللي بيقوم به جهاز الفريل أول أو حتى مجلس إدارة النادي الأهلي في العديد من الزيارات اللي قام بيها في العديد من المستشفيات خلال الفترة السابقة نتمنى يا رب للمستشفى تقوم بدورها الفترة الجاية على أكمل وجه زي ما بتقوم به خلال الفترة الحالية ودائماً وأبداً نجوم النادي الأهلي تحت أمر المجتمع المصري في أي دور يقدروا يقوموا به خلال الفترة اللي جاية لأنه كننا في النهاية كلنا في نسيج واحد وهو نسيج المجتمع المصري والدولة المصرية